القانون اللي يفترض انه يقرأ فيه البرلمان احنا ليش نخاف من قراءته ليش؟ لانه اكو مزاج سياسي او لون سياسي معين هو اللي يتحكم بتمرير القرارات وهذه يعني فيها اشكالية بالتمثيل النسبي للديمقراطية حتى احنا شفنا مثلا الجلسة اللي صارت قبل يومين حول قانون الاحوال الشخصية السيد الرئيس المجلس بالانابة بصراحة كانت تعاملة غير منصف مع بقية الاصوات المعارضة يعني بعض الاصوات منهم نساء يعني تم اسكاتهم او تم يعني تهميشهم اثناء مداخلتهم واضافة الى هذا طبعا كان هناك اصوات شوشت على المداخلات بشكل كبير ويعني لاحظنا ايضا انه السيد الرئيس بالانابة ما تجاوبوا يا الاصوات المعارضة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة